خرج كلينشيت في الثلاث ماتشاط وتم اختياره كحالس مارما في التشكيل المثالي أعتقد اختاره كمان إبراهيم عادل كأفضل لعب فيه لعب بيرمت صبعاً كأفضل لعب واحد من اللعبها الحقيقة المبشرة جداً والعناصر المميزة جداً في منتخب مصر أعتقد كمان أسامة فيصل كان ثالث اللعبين تم اختيارهم في التشكيل المثالي فهو حاجة كويسة وأعتقد مع نواهم بتفرق ده التشكيل المثالي للباست 11 زي ما هو نزل على الحسابات الخاصة بالاتحاد الأفريقي على التواصل الاجتماعي منهم أربع لعيبة من منتخب مصر حسامة عبد المجيد هو اللعب الرابع تلاحظ أن الأربعة بلعبه بصفة مستمرة في الديته هو ده هو ده اللي بيوصل المنتخب ومعاك منتخب جيد لعيبة حتى تحت ضغوطات كبيرة جداً لعيب لعب باستمرار في النادي بتاعه عشان كده تلاقيه مميز مع المنتخب زي ما قلت لكم حمزة علاء أفضل حارس في دور المجموعات تحت 23 وطبعاً برضو على نفس الأكاونت الرسمي للكاف أو تحت الأفريقي جول كيبر مميز جداً جداً حقيقة يمكن كجمهور ما تكونش تفرجت على حمزة علاء كتير في مطشاط مع النادي الأهلي لكن خليني أقولكم أنه حمزة ومصطفى مخلوف أنا بسمع عليهم من جول كيبر سكوبار في النادي الأهلي حكايات وروايات أنا أحش حاجة في حرس المرمى أنه هو مكان ما تقدرش تديره فرصة في حتة تانية ممكن اللعيب تغير مركزه ممكن تديره وجربه في حتة تانية لكن حرس المرمى فعلاً مظلوم فعلاً لأنه برضو صعب التغيير في أثناء المباراة أو أثناء الموسم في أي مدير فني كبير بيضع رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاث لا هو أكثر معاناة في مركز داخل المستطيل حرس المرمى وأنه يوصل يبقى رقم واحد يبقى بتاخد وقت كتير وكلهم بيأخذوا يعني سنين يعني حتى العمل قد كبار حرسوا مرمى وصلوا بعد دي حمزة الشنوي نفسه خرج بره لنادي الأهلي ونقم بخمان ست سنين ورجع أي كابتن أحمد شوبير طبعاً أيوب معروف أنه أيوب ودي مصطفى يظهر مبارات على أعلى مستوى ويجي برضو يرجع مكانه المهم أن أنت لما تجي لك الفرصة والحضري من وراء كابتن شوبير أكيد يعني الحضري ما بقاش جي في وقت لما إيه حصل له وظهر في الكابتن شوبير خلاص بدأ يبطل فبدأ يخش وحتى في المنتخد أكيد كان نادر السيدر كان واحد الأول وبعدين المهم أن أنت تشتغل يعني مصطف في الحضري الحقيقة يعني من دي وان بصراحة تعمل تشتغل ووصل رقم واحد طبعاً أكيد 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 يعني كان هايل بصراحة المهم أن أنت تشتغل وتركز زي كده زي مصطفى عقلية بس هي اللي ممكن توصل ده ده توصلته شوية أكيد صحيح طيب من دار واحد العالمي شوية أنت متابع مركاته وره ولا مش يعني شوية كده بس معاً شوية في الدور الأسباني برشلونا ليفربول جانجلس أكيد طبعاً أكيد أكيد الموضوع الكلبالي موضوع عجب نصر لكلبالي ده النهاردة بيقول لك الهدال اللي أنت عدت بفاوض ماسي سكاة طبعاً وليكات المفاوضات تشتغل طويل جداً لغاية لما قرر أنه يروح انتر ميامي مش عارف ليه بس غالباً المدام يعني ما أدت لك أنه روح روح أمريكا أنه حتى انتر ميامي ده نادي يعني عادي جد في قاع الجدول الموضوع اللي مرضه هتعيش فين العقلية هتقدر تعيش فين برضو مع مراته وولاده الموضوع مش أني أنا راح لعب كرة بس لا بيفضل يحسبها العيشة المكان اللي أنا عايش فيه العقلية اللي أنا عايش في وسطها مين يقدر يتعايش مع المقد صحيح صحيح فعشان كده اختار أمريكا صفقة جديدة الليفربول اللعب المجري اللعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي طبعاً ده كان لعب نادي ليبزيك الألماني طبعاً واحد من الأندية المدارس الحقيقة اللي بتعرف تختار مواهب وتطلع على عيبة وطلعه نجوم كتير جداً رغم أنه هم حديثي العهد يعني بكرة ألمانية ما هماش مونشنجلابباخ ما هماش باير ليفركوزين انت ممكن تسمعوش على الأندية دي لكن الأندية دي في سنوات في سنوات مش بعيدة قوي كان بتنفس على ألقاب أوروبا والحقيقة تجربة مميزة لايبزيك في ألمانيا خلاص الصفقة انتهت وتمت وحتى يمكن تصريحاته انه مكانش مصدق لانه بيعتبر ده واحد من أهم الأحلام انه يكون موجود في الأنفلد مع يورجين كلوب وده تاني صفقات الليفربول السيزن ده بعد ما أنوى وبمناسبة كمان صفقة برضو حديث عنها اليومين دول من الميلان ساندرو تونالي ده أغلى لاعب في تاريخ إيطاليا كلها شوف بقى إيطاليا اللي جابت باولو روسي وبوفون وباجيو ودل بييرو وتوتي وغيرهم كتير ده أغلى لاعب 23 سنة منتخب إيطاليا للشباب 23 سنة رحمل ميلان لـ نيو كاسل يونايتد صفقة 70 مليون يورو وده أغلى صفقة في تاريخ الميلان أساسي من الأندية الغنية جدا نيو كاسل يعني عاملين نفس السياسة تشيلسي وتخريم بطولة أوروبا السنة دي عندهم هدف أن يوصلوا في بطولة أوروبا زي منشستر سيت الأندية بقى اللي معها فلوس صحير فانيو كاسل عندهم الفكر ده السنة دي أنهم عايزين يوصلوا بره النهائية في بطولة أوروبا نرجع للهلال ومسي الهلال بيفور